الاستخدام الثاني للمضارع البسيط للتعبير عن الأشياء الثابتة التي لا تتغير مثل إيش؟ مثل الحقائق العلمية حقائق العلمية هي ثابتة، ما بتتغير كل يوم التالي مثل عنا الجملة التالية، الخضروات تفيد صحتنا الخضروات بمعنى vegetables، وهي جامع إذن الفعل الذي يأتي معها يكون مدون S Benefit Vegetables Benefit Our Health طبعا الخضروات ليست الآن في هذه اللحظة عم بتفيدنا بل تفيد صحتنا بشكل عام، يعني بجميع الأوقات الجملة التالية، الماء يفيد صحتنا الماء Water Water من الأسماء غير المعدودة يعني ما منقدر نعده مية، ميتين، ثلاثمية، وهكذا يعني لكلنا ذكرنا أنه من عملها غالبا مفرد إذن منضيف لها S، فتصبح Benefits Our Health يعني الماء بشكل عام بتفيد صحتنا مثال ثاني، الكواكب تدور حول الشمس هاي حقيقة علمية، ثابتة ما بتتغير الكواكب The Planets تدور Revolve من دون S لأن الكواكب جمع The Planets revolve around the sun طيب، لو كانت الجملة، القمر يدور حول الأرض لاحظوا أن القمر مفرد The Moon إذن منضيف للفعل S Revolves حقيقة علمية ثابتة ما بتتغير فإذن نستخدم زمن مضارع البسيط الشهم تدور مفرد الحياة الى دور العروب 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 العراس